اشتركوا في القناة ومترابط لحد ما بس احنا بدنا نحكي عنه بطريقة مختلفة طريقة علمية اكيد وطبية وطبية عن التطورات الجنسية متنا نتعامل معها اهميتها وكيف نجعل هذا الموضوع سهل على الاهل يعني الحديات اللي بتواجه الاهل اكثر ما بتواجه المراهب نفسه نعم يعني دكتور يمان ما هي مشاكل البلوغ يعني منعتقد احنا انه هذا امر طبيعي وما في مشكلة وكلنا مرينا فيه ولكن هناك مشاكل عند ابنائنا وابناتنا بمرحلة البلوغ شوفي هو المشكلة الرئيسية في مفهوم التوعية الجنسية اللي منحاول نركز عليه بهذه الفقرة انه احنا لأسف في لسبب من الاسباب اصبحت التوعية الجنسية كمفهوم يعني يا اما المجتمع بيخاف منه او في حتى يوصل لدرجة النبذ يعني مجرد من الواحد يحاول يتطرق لهذا الموضوع في هجوم نعم مباشر عليه مع انه هي الاصل حتى في المجتمعات المحافظة التوعية الجنسية كان لها دور حتى في الدين الاسلامي في القرآن في التوعية الجنسية وليستأذن الذين بلغوا الحلم هذا موضوع مهم فاول شيء يجب أن نعمل وهي تأهيل الاهل في التعامل مع اطفالهم ومعرفة كيف تطوير مراحل التوعية الجنسية مع العمر حتى يكون مرحلة البلوغ سهلة وتكون واضحة ويكون في اشراف مباشر من الاهل نعم ولكن احنا بنعرف انه الاهل والاطفال والابناء انفسهم بكون في عندهم ألأ اتجاه هذا الموضوع فكيف ممكن احنا نبلش يعني نخلينا نحط خطة للأهل بأي عمر يتوقع انه ابنهم او ابنتهم رح تبلغ ايش التصرف اللي يجب ان يقوموا فيه سؤال مهل هلأ عملية البلوغ فسيولوجيا بتبلش عند الفتيات تقريبا حسب المنطقة بس من 19 سنوات ل 14 سنة المعدل عند الشباب متأخري تقريبا يعني ممكن تبلش من 12 برضو ل 14-15 سنة هي معدل عمر البلوغ في اختلاف حسب المناطق ولكن التوعية الجنسية يجب ان تبدأ من عمر مبكر يعني تقريبا من بعد السابعة من بعد السابعة احنا نبلش نعلم اولادنا لانه بعد السابعة يعرفوا يعبع يصيروا يعرفوا الخطأ من الصح بتستغري بغادة في العصور الوسطى سن الطفولة كان ينتهي بعد سن السابعة يعني بعد السابعة خلص بطل طفل لانه خلص بعتمد حاله بيطلع بيشتغل بيساعد أهله ففي بعد سن يعني هون بيبلش يميز الطفل بين الصح والخطأ ونبلش ندخله مفاهيم بطريقة مناسبة مش شرط تكون الى دخل بالصحة الجنسية ولكن نعرفوا شو هي الأعضاء التناسلية خصوصيتها كيف يحمي نفسه من التحرش ايش الصح وايش الخطأ اذا نطلب منه من حد غريب بشغلة معينة يكون واعي لها وبعرفها وهاي بتهيئوا انه هذا الموضوع مهم هذا الموضوع حساس وفيه له معلومات أكثر في المستقبل صحيح ودكتور يامان هون كتير مهم انه احنا نكون صرحين مع أولادنا وبناتنا يعني بعدين الشباب والصبايا يعني احنا مرات منخاف أكتر على البنات ولكن بهذا السن سن المراهقة وبي لما يبلغ كمان الطفل عليه خطر من التحرر زي ما حضرتك تفضلت من الأشخاص الممكن وعم نسمع للأسف الشديد عم نسمع انه عم تصير كتير من الحوادث المؤلمة مع بعض الأطفال الله يحمل جميع طيب ايش هي العلامات اللي بتخليني أقلق اذا كان طفلي او طفلتي او المراهقة الموجودة عندي بالبيت ما عم بخبروني او عم بصير معهم اشي وبطلوا يخبروني عنه يعني كانوا منفتحين بعدين بطلوا يحكوا لي ولا ايش هي العلامات شوفي احكي لك كله بيعتمد على كيف بنيتي العلاقة مع الطفل في مثل مشهور انكبر ابنك خاوي وهاي انا بعتبرها كلمة علمية حتى فيه أدلة علمية بتثبت هذا الشيء انه الطفل في السن المراهقة يجب ان يتم التعاون معه كصديق وهي كم نقدر نحميه كصديق اني اسمع له احترم اراؤه اراؤه رح تكون متطرفة اراؤه رح تكون دائما فيها محاولة اثبات شخصية كثير المراهق بحب انه هذا يتعزز فيه ايجابيا مش يتم احباطه المديح كثير مهم للمراهق انت لازم تعود ابنك انه دائما تمدح تصرفاته المنيحة لانه هاي رح تخليه شعرك في الراحة والامان وما يصير هذا النوع من الفراغ بينك وبينه بحيث انه يتجه لمصادر اخرى للمعلومة اما اذا شعرت انه ابنك منعزل عنك دائما علاقتكم فيها مشاكل نعم ما بترتح له دائما انت بتخالفه معناته رح يتجه لطريق مختلفة رح تصرف في مصدر المعلومة هم اصدقاءه الانترنت الى اخره الى اخره نعم علامات تأخر البلوغ ما هي وكيف ممكن انه احنا نقلق يعني كيف ممكن نتصرف فيها يعني هل هي مقلقة ولا هي متغيرة زي ما حضرتك تفضلت بالبداية حسب مكان العيش حسب بعض الامور الصحية صحيح زي ما حكينا فيه متوسط ولكن احنا عند الصبايا اذا تأخر البلوغ عن 16 سنة ولم تأتي الدورة يجب مراجعة طبيب نسائية او طبيب اطفال او طبيب غضة صماء للبحث هل هناك يوجد اسباب ام هي مرحلة تحتاج انتظار اكثر نعم ولكن بالمعدل بعد 16 سنة الفتيات يجب ان يكونوا وصلوا بمرحلة البلوغ الشباب لحد 17 سنة ممكن نقبل تأخر البلوغ بعد 17 اذا لم تظهر علامات البلوغ بشكل واضح ايضا يجب المراجعة للبحث عن هاي الاسباب لانه في اسباب عديدة قد تؤدي لتأخر البلوغ نعم هلأ احنا بنقول انه الاب يحكي مع الشب يعني مع المراهق والام تحكي مع المراهق مزبوط؟ انا ضد هاي الشغل اوكي طب قلنا شو النظرية لا هي مش النظرية هي النظرية كل حدا ممكن يكون اشطر في الدور معين من الشريك الاخر تمام يعني الاب ممكن يكون تعامله اسهل مع بنته مع ولاده من الزوجة الزوجة ممكن عندها تحفظات مختلفة فممكن يكون الدور على الاب يحكي مع البنت اوكي والعكس صحيح هي بتعتمد كيف طورته العلاقة خلال فترة الطفولة وكيف بنيته هاي العلاقة المهم لازم يكون فيه احد الابوين ما اخذ هذا الدور وعارف يبني صلة واضحة مع ابنه او بنته بحيث انه يقدر يحكي فيه معها او معها في الموضيع الحساسة بدون حرج بحيث انه الولد بقدر يجي يحكي له كمان وهاي بتبلش من الطفولة لازم تتعود وتحكي فيه المواضيع العلمية بطريقة علمية وتعرفه على جسمه على اعضاء التناسلية على وظيفتها تدريجيا بحيث انه يقدر يصل للمعارض وعلى المتغيرات وعلى المتغيرات فيه التغيرات رح تصير حتى مشاعريا طبع يعني رح يصير الولد او البنت يكتشف نفسه ويكتشف مشاعره بطريقة مختلفة صحيح ولازم يكون انه فيه احدا عم بيسمع له وعم بيدله على او عم بيعرفه على هذه المشاعر الجديدة صحيح طب دكتور هون نقطة كتير مهمة انا اللي عم بسألك مين كان لازم يحكي مع الطفل او الطفلة الاب او الام لانه احيانا احنا عم نشوف كتير من العلاقات يا الاب مش موجود او الام مش موجودة سواء لا الانفصال او ربما الاب متوفي وهكذا صحيح فهون لما تحس الام او الاب حسب مين هو والسنجل الموجود بالموضوع او الطرف الثاني مش موجود لما يحس انه هي مش قادرة تتواصل مع اولادها بهذه الطريقة لا البنت ولا الولد شو هون الحل اتوقح هون الحل وهون الشيء المهم هون بيجي دور المجتمع اوكي انا بعتقد انه التوعية الجنسية لازم تاخد مسؤوليتها الجهات المختصة كمان يعني ما نترك الاعتماد دائما على الاهل لانه مش كل الاهل مؤهلين سواء اكاديميا او علميا او اجتماعيا زي حكيتي ممكن في عائلات متفككة فلازم النظام الاجتماعي نفسه المسؤول عن المجتمع ياخد بمسؤوليته ويتم وضع خطة مناسبة للتوعية الجنسية بما يتناسب مع مجتمعنا ومع عارفنا وهاي رسالة جدا مهمة احنا شوي متجهلينها او من خاف نحكي فيها من التجرأش نحكي فيها ولكنها ضرورية لانها ممكن تحمي هيك اشخاص بهيك ظروف عائلية خاصة اكيد دكتور يامان التل شكرا جزيلا للك شكرا للك موسيقى